بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وعبادته قال مولانا من أواخر سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والواضح أن الله سبحانه وتعالى خص أمة الإسلام بعطاءات وبشارات وإشارات ومنها أن الله سبحانه وتعالى خص أمة الإسلام بليلة القدر خص أمة الإسلام بساعة الإجابة وإن الناظر في كل هذه الأمور يلحظ أنها خواتيم بمعنى أنه في العشر الأواخر من شهر رمضان نلتمس ليلة القدر وفي أواخر يوم الجمعة على الصحيح والراجح نلتمس ساعة الإجابة كما في إحدى الروايات والتمسوها في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل يكون التنزل الإلهي بكيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى كما في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترحم فأرحمه ألا من مبتلى فأعافيه ألا من مسترزق فأرزقه ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر كلها خواتيم فيها ولها أسرار وفيها أنوار وبركات وخيرات وهذه إشارة إلى أن الإنسان لا بد أن يهتم بالخواتيم ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النقطة الخطيرة فقال وإنما الأعمال بالخواتيم إنما الأمور بخواتيمها إنما العبرة بالخواتيم فنحن على الدوام نسأل الله تعالى أن يجعل ختامنا ختاما طيبا وإن الختام ملخص الحياة الإنسان حين يكون طوال حياته طائعا مستقيما ثابتا آكلا الحلال ساعيا إلى الحلال ملتزما بأوامر الله جل وعلا تراه موفقا في آخر حياته ترا حاله ميسرا إن شاء الله سبحانه وتعالى للا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والعكس أيضا تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من أهل الجنات يا الله يا الله يا رب العالمين ومن خواتيم القرآن ترى سورة الإخلاص قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله ومن هنا ينبغي أن نهتم بهذه الخواتيم وهذه الإشارات في ختام كل ليلة يدعو الإنسان مولاه ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويطلب منه ما يريد إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء ألح على الله سبحانه وتعالى سترى الاستجابة سترى الخيرات اهتم بهذه الخواتيم واسل ربك سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتك ختام كل ليلة ختام شهر رمضان ختام يوم الجمعة يقول الصالحون دعونا الله سبحانه وتعالى أو ما دعوت الله جل وعلا من عصر يوم الجمعة إلى مغربه إلا استجاب الله دعائي حتى استحييت من الله إنها إشارات وبشارات وأنوار لمن أراد الخير لمن أراد أن يقترب من مولاه سبحانه وتعالى اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واختم لنا بالإسلام والإيمان يا الله يا رحيم يا رحمن وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله